أصدقائي الأعزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا من مشية الله هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان مناشدة إلى السيد أمين بغداد المحترم نقول لعم السيد أمين بغداد طبعا هذا النخيل المزروع على طريق محمد القاسم شوفه أنت بعينك شوف النخل شوف الزبالة اللي دائر مدائرة أكوام النفايات يعني لاعبين خلق الناس اللي ماعد هضمير يجيبوني يفرغوني الأنقاض هنا هس هذا مو موضوعنا الأنقاض لأن أنتوا فاسحي لهم مجال وما مستعملين القوة ويهدوا له الناس اللي دايقذون المصلحة العامة يعني حقيقة بس إحنا نقول هذا النخل من الزرع طبعا ما نزرع بوقتك انزرع صال لكل شيخ 15 سنة صال لأشرين سنة صال لأطناعة سنة أكثر انزرع زين منزرع حسة وكبرى بهالشكل هذا مو المفروض انزبرة مو المفروض انطلع فلاحين اللي يستغلون بالأمانة نقولهم يا بقى صعدوا نظفوا النخل نظفوا هذا السعف الزايد وخلوها تظهر بمظهر لائق بمظهر جميل غير هي شيء ومن يصير موسم الحمل ما لتها تحمل يعني تحمل النخلة زين انلقحها ومن يستوي التمر من يستوي أو ينضج احنا نصعد ايضا تصعد البلدية وتقطعها وتطيق الى موظفيها موظفي البلدية وهي طهمية هاك شوف المنظر مع للنخل منظر مو جميل يعني منظر مو حضاري واحد يسمئز قلبا من يشوفه زين مو اكو شعبة الحدائق شعبة السماوات شعبة الارض يعني اكو شعب البلدية يعني هاي ليش يتتركي يعني عم انت مدير يعني انت امين بغداد الجوز ما تطلع ما تشوف اجاب مضلل ومتبهوا جين المدراء المدراء البلدية ما يشوفون مدراء الاقسام المراكبين كلهم اللعام عيونهم عساهم بالعمة والطرش ان شاء الله يلاك ليش يتليش تشوفوا هاي النخلة هاي النخلة الجميلة تشوفوه حتى على طريق مطار المطار الدولي النخلة جد حلو ولكن شوف النخل السعف مالة نازل منها ومنها هذا يأذيها للنخلة هذا كل السعف زايد ويخلي نموها تتعب يعني تتعب النخلة شون النخلة مال بيتك تسعد تجيب لك فلاح يتزبرها وينظفها ويطلعها بمنظر كلش حلو ويقصوا الوحثوقة الزايدة اليابسة وموسم التلقيح يلقحها تلقحوها ويطلع ثمر بها ثمر جد أسا ما نقولكم بيعوا الثمر والزعول البلدية والزعول عمال النظافة العمال الموظفين البلدية أجيبه وأواز عائلهم وبأكياس يأكلوا ليش يروح بالقاع هاي نقطة نقطة ثانية دائر مدائرة يعني المنطقة دائر مدائرة شوف الأنقاط شوف الأزبال غير أكو جم واحد عديم الضمير عديم الشرف عديم الغيرة يجي بالليل أو الظهر يفرغ الأنقاض مالته هنا كاميرات ليش ما تخلون كاميرات يا عمي عمي خلوا كاميرات الخاطر الله حتى تسجلون رقم السيارة وتأخذوها تحجزوها متى الطهيال هذا المنعو للوالدين هذا منعو للوالدين الكلب ابن الكلب يجي يفرغ الأنقاض هنا يعني أكو ناس هدفهم والله هدفهم هو تخريب البلد احنا هسا نعتب على السيد أمين بغداد وصلنا للخبر هذا ووصلنا للخبر مع المطار الدولي المطار الدولي أيضا الطريق ماله كل النخل يعني اسكت وخليها منظرها مو لطيف نهائيا تزبروا وتنظفوا وتخلوها النخلة شامخة احنا لازم نكون شا عدنا شموخ مثل النخلة مثل النخلة يكون عدنا شموخ عالي عالي يكون يلا يا أخواني سمى لدقة فلسف وأحكي بالموضوع شوفوا التراب اللي يمن الرصيف جد ما حدينا الضوف شوفوا الأزبال ترى هاي الأزبال مو جاية نتيجة نتيجة العواصف أو التراب لا هنا أنا أكو ناس يفرغون سياراتهم هنا يجيب سيارة مع الأنقاض ويفرغها هنا أنا حاق شوفوا الأنقاض باع انتوا بعنكم يلا أخوان نتمنى من السيد أمين بغداد المحترى ومسادة الوكلاء السيد الأمين ومدراء العقسام أن يلتفتون لهذه الناحية وأدعو من الأخوان أن يشاركون الموضوع لأصدقائهم عسى ولعل أن يوصل للمسؤولين ونقولكم مع ألف سلامة يعني حقيقة مرات نتأثر من ننشر هذه المواضيع والله العظيم لأن هذه المواضيع يشوفوها ناس يعني أنا عندي متابعين من أوروبا يعني من أمريكا وكندا وغيرها وغيرها نتمنى يعني أن ننشر مواضيع شوية زينة العراق الآن مو ذاك العراق القديم الآن أكو تطور أكو بناء أكو أعمار والله يحفظ الشرفاء والله يحفظ الطيبين والله يحفظ كل إيد تعمل من أجل العراق ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق ترجمة نانسي قنقر